بسم الله الرحمن الرحيم وكمان نعمل بس مباشر على الصفحة بتاعتنا صفحة نشط مع ماري بالعربي وكمان هتلاقيونا برضو على اليوتيوب عملوا سيرش على اسم البرنامج أو على القناة هتلاقيو الحلقات بتاعتنا كلها مرسي يا أحمد على حلوة المولد كل سنة وانت طيبة وكل سنة ومصر كلها طيبة السنة كنت عايزة عروسة المولد يعني والله ماشي تعرف الانتاج بقى تكلمنا بقى عن عروسة المولد الن rectangular قصة عروسة المولد دي قصة مهمة جدا لازم الناس تعرفها لان قصة عروسة المولد دي لما هنعرفها هنعرف أصولنا وهنعتز بيها أكتر عروسة المولد هي عروسة كان بتعمل من السكر أيام زمان أيام أنا كنت صغير كنا نروح نرح نزل جيب عروسة وجمل وحصان الولد يجيبوله جمل أو حصان والبنت يجيبولها العروسة الحلاوة اللي هي ما كانت معمولا بالسكر دي وطبعا العروسة يمكننا أن نفكر الناس بصورها الأديمة شوية ولا حاجة أصل القصة فيه روايتين فيه رواية أن المستنصر بالله كان واعد الجنود بتوع أن هم لو كسبوا في معركة معينة أن هم يجوزهم حور من اللي هم البنات بتوع القصر وكانوا بيسمونه حور اللي هم السباية بتوع القصر كانوا بيبقوا طبعا جميلات جدا وهم فعلا كسبوا المعركة ديت وتجوزوا كانت توافقت مع المولد النبي والشريف فبدأت أن أستعمل بقى العرائس والحاجات الأزاجة لكن دي رواية مش قوية أو على فكرة الرواية الأقوى هو أن الحاكم بأمر الله قرر أن الجواز في مصر كله يبقى يوم واحد بس يوم مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكان المصريين لازم يستعدوا لده بأن هم بيعملوا العرائس اللي احنا هنشوف بقى نفكر نصب دصورها الأديمة الأول والحلويات بقى والحاجات الأزاجة يمكن على سبيل المثال الناس كانت بتعمل مثلا السوداني اللي هو المعمول من السوداني ده دي العروسة بتاعت زمان فاكرها بتاعتني مش فاكرها يا ميليتي ما حضرتش اليوم دي أنا حضرت اليوم دي دي صورة هي بتاعت العروسة بتاعتنا العروسة دي تودارج بما أن الحاكم بأمر الله والمستنصر بالله فالناس بتربط الموضوع ده بالإيه؟ بالفاطميين الصورة اللي بعد كده بقى بتاعت الحصان كانوا ساعد بقى يلونوا كمان العروسة زي كده ده الحصان هو تجدع ماسك سيف وحطه على رأسه لكن أصل العروسة دي ما هواش الفاطميين بالمرة بالمرة إيه ده عمال أصلها إيه؟ أصل العروسة دي لو إحنا بصينا وركزنا في العروسة وبصينا على بعض التماثيل الإبطية بتاعتنا زي الصورة اللي هنبelinها 올يход دلوقتي هنكتشف أن أهو تمثال من التماثيل الإبطية بتاعتنا لو جبنا صورة عروسة المولد وجبنا الصورة بتاعت التمثال ده هنلاقيهم شعبon بعد فده معناه إن الحضارة الإسلامية خلت من الحضارة لقبلها أهو الصورة هي وקفة حطة ديها فوسطها تمام؟ أهي وقفة حطة ديها فوسطها وعلى رأسها فيه طاقة النور اللي معروفة عند الثقافة الإبطية طيب حيال قدي كمان ماري مرقص اللي دخل المسيحية مصر وهو على الحصان بتاعه وماسك السيف وقدي على اليمينة هوة الحصان بتاعنا اللي هو الحلاوة بتاعتها العروسة الحلاوة بتاعتها فالحضارة الإسلامية لما جات مصر كان إيه اللي قبلها؟ الحضارة الإبطية فمن الطبيعي أنه مفيش آيكونات في الحضارة الإسلامية وفيه مناسبة فياخدها من مين؟ من اللي قبله؟ اللي هي الحضارة الإبطية طيب هل موضوع في عمد الحضارة الإبطية يعني هو أصل عروس المورد والحضارة الإبطية؟ برضو لا الحضارة الإبطية خارت من قبلها قدماء المصريين فران آه طبعا الدنيا حضارة إبطية آه الدنيا إحنا الدنيا مش أم الدنيا إحنا مصر دي كان الدنيا وم الدنيا احنا كل الدنيا عندنا كنوز جميلة كيف حضارتنا يعني حضار 7000 سنة أيوة 7000 الحضارة المصرية تقترب من 30 ألف سنة دي معلومة خطيئة الحضارة الفراعونية بـ 7000 سنة الحضارة القبطية المصرية اللي نها قبطية كوبتيكس دي يعني مصر دي عروس المريد الحالية بصي بقى الطاقة النور الوراها دي خدناها منين من حد كلنا بنحبه ومصريين كلهم بيحبوه لا احنا عايزين بقى الصورة اللي بعدها صورة سيدة العضراء كلنا بنحب العضراء السيدة العضراء مريم اللي وراها دي طاقة النور لأن هي العضراء مو النور ولو بصنا في الصورة دي هنلاقي فيه جناحيا طلعيا للسيدة العضراء العضراء مو العجايب زي ما بيقولوا وهي شالة السيدة المسيح في الرحلة المقدسة بصوا على طاقة الشمس اللي وراها دي طاقة النور دي هي اللي موجودة في العروسة بتاعت النهاردة وبصوا على الجناحين دول هات بقى الصورة اللي بعد كده شوفوا جات منين بقى ايه دا؟ اهي؟ من الفرعنة معلومة جديدة اهي؟ اهو من الفرعنة من الفرعنة هم الأصل الأصل هو الفرعون ولو جبنا صور تاني هات كمبل كده بعد كده ها كمال كمبل اهو؟ شايفين؟ هو شايلة أرس الشمس على رأسه هو في الصورة شايلة أرس الشمس على رأسه فالشمس في الثقافة الإبطية هي المصدر النور والسيد المسيح هو النور والعذرة هي أم النور فرح لما عملوا آيكونة العذرة المصريين رح عاملينها وراها ايه؟ وراها طاقة الشمس اللي هي مصدر النور احنا لما جينا بعد كده ما عندناش آيكونة في الحضراء السلامية الحضراء السلامية فيهاش آيكونات فيعمل ايه؟ يجيب من اللي قبله واللي قبله جاب من اللي قبله واللي قبله جاب من اللي قبله قبله دا بقى هو أول حاجة جات موجودة أول حاجة جات موجودة خالص على طلاق هي المصريين في معتقد خاطئ كمان عن كحك العيد ان هو فاطمي الفاطمين دول بالهم 15 سنة و 6 ايام الفاطمين ما بقلوه مش كتير الحضرة الفاطمية دي ما بقلاش كتير اهو كحك العيد اهو مرسوم على الجدرات الفرعونية اهو تحت ايديها كحك في صورة بعد كده والرجل شايل شايل البتاع اهو اهو كحك العيد فرعوني ومش فاطمي ولو سمحتوا كحك العيد عادة مصرية قديمة فرعونية وانسوا بقى ان احنا الفاطمين اصروا كان ليه انجليز علمونا احنا خرجنا الانجليز بيقولوا يا خبيبي واخلين وسخلين انا خلقنا الناس بيكلاموا لهجتنا وهما انجليز في بلاد تانية النهاردة الفرنسوين لما دخلوها ما اعرفواش كلامه عربي لغاية النهاردة لهجتنا صعبة جدا صعب ان احنا نلون اي حد احنا لغاية النهاردة عندنا اسامي مصرية من اهم الفرعانة زي بايومي بايومي ابن المياه بورعي بورعي ابن الالهرع عندنا اسامي مصرية لغاية النهاردة النهاردة لما بتاكل جرجير بتقول الجرجير ده اخضر ورور شفتي لينا وهي بتقول الاساس ميرغانم بتقوله في المصرحية اخضر وراور ورور دي كلمة فرعونية بوع بوع دي كلمة فرعونية الحضارة الفرعونية قوية جدا وثارية جدا محدش يقول ان احنا هاخدنا من حد محدش يقول انها هاخدنا من حد آخر صورة بقى عشان دينا عايزة تقول عليها كلام مهم جدا هي دي اللي هتلخص الدنيا كلها قادي القرص بتاع الشمسة هو وقادي عيد الأمح الفرعنة كانوا لما بيجنوا الأمح بيعملوا عيد اسمه عيد الأمح فكانوا يمسكوا السنابل بتاعة الأمح ويعملوا بيها عرايس احنا وإحنا صغارين في الفلاحين كنا منجيب الجريد بتاع النخل ده ونعمل بيها عروسة كده ونلعب بيها لما كان مثلا فيه بلح بيتجني ولا حاجة يجدونا اللي يروعا نعمل بيها عرايس النهاردة فيه حد الخوص الأباط المصريين في حد الخوص جابوا الفكرة اللي بيعملوها دي ويعملوا الصليب ويعملوا حده جميعين من فرعنة من اللي قابله كله بيجيب من اللي قابله فإحنا هنا السورس مصر هي المصدر مصدر الحضرة للكون كله بلا استثناء هي مصر ولازم نفتخر بداه ولازم نعتزب ده ولازم نبعارفين ده علشان إحنا لو مش عارفين ده ومش معتزين بدا سهل جدا أن أي حد يسيطر عليك سهل جدا أن أي حد يقولك أي معلومة وتصدقها لكن طول ما أنت معتز بلدك وبقيمة بلدك طول ما أنت هيبقى عندك تاريخ وكنوز مش موجودة في أي بلد أصلا يعني أنا لفيت بلاد كتير برا مصر لا أنا ما شفتش يعني 1% كلها حاجات جديدة معمولة وكلها مباني يعني أكتر حضارة هي مصر والأهرامات في بلاد عملت حضارة على أفلام السينما الحضارة الأمريكية يعني أنا لفيت بلاد لقيت بيعمل له هرم بيحاول يقلدونا في حاجات كتير جدا يعني مصر مجلود مصر أم الدنيا أم العجاني طبعا طبعا ولازم المصرين يعرفوا كده فاصل بقى ترجمة نانسي قنقر رجعنا لكم بعد الفاصل وأتمنى أن جوز الأولاني يكون نال رضا حضراتكم وصح صح كده شوية فكرة أن أنا مصري صح؟ أكيد طبعا سمعنا كتير عن ناس تعمل عروض عن التشتيب يعني عايزين البقات 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 بتنفع في الانترنت على فكرة يقول لك أنا عامل بقى التشتيب من 80 جنيه المتر لغاية 2225 جنيه من 125 جنيه و 6 ساق اللي غاية يعني معرفة وبقات بقى درجة أنا فكرت أن أنا عامل حاملة إعلانية من الحملات اللي هم نعملها للشركة أن أنا عامل بقى إيه أن البقات بتنفع في الانترنت ما بتنفعش في التشتيب لأن فعلا دي مهزلة يعني والناس مصدقة الموضوع ومتجوبة معاه والناس اللي ما بتتصل بنا قالوا سمعليكم شركة اختيار أه يا فرندم شركة اختيار طبعا المتر عندكم بكام متر ايه اللي عندنا بكام احنا ما فيش حاجة اسمها متر بكام التشتيبات حاجة واللي الناس بتعمله ده حمادة خالص بالجنزبيل زي ما ميكي بيقول يعني ايه ده بجد طبعا ما فيش كلام ده متر ايه تشتيب اللي بالمتر فينك من زمان يا أحمد مفيش آه أنا موجود والله من زمان وبرقول الكلام ده من زمان وكنا بنتطلع فيديوهات من زمان وبنكتب من زمان وكنا بنيزة عايزين نقف ناس في الشارع الله يرضى عليكم والنبي مبلاش تشتيب بالمتر ده ارحمونا من الكلام ده من الكلام ده طب هماللي ايه صح يا أحمد يعني ايه صح آه عشان الناس تبقى عارض هو ليه الناس بتعمل فكرة المتر الأول أنا في حاجة اسمها أنا عشان عشان طابلك شقة حلو الشقة بتاعتك دي محتاجة يتعمل فيها محارة وبعد المحارة هتعمل سباكة عفوا هنعمل السباكة والكهرباء وبعد كده المحارة عفوا أنا أخطأ هنعمل السباكة والكهرباء وبعد كده المحارة تمام وبعد المحارة هنبتد بقى نركب الببان وبعد كده هوا نبتد نتشطب الأرضيات أو نشطب الأرضيات وبعد كده الببان وهكذا بنود وراء بعضها هو فكل بند من البنود دي بيحتاج ايه يا أمي بيحتاج دراية الشقة الميت متر تاخد كم شكارية أسمانت عشان تتمحر الشقة الميت متر تاخد كم متر رمل موجودة في الكتب بتاعة الهندسة موجودة في الكتب بتاعة الهندسة أنا مش هصدع الناس بالكلام ده بس مثلا المتر المكعب رمل بتحط عليه 8 شكار أسمانت يطرتش 100 متر مسطح أنا بقى عشان عقود أقول الكلام ده لازم اللي قدامي يبقى مهندس عشان يبقى متقبل الكلام ده صحة تمام المتر المكعب رمل بيفرد 40 متر مسطح محارة ده لو متوسط المحارة 2 متر ونص لا تستني قبل العروض وتسيبك من العروض دي بلح ليقولك عرض ده ده بيعرفش ده مش ده ده ملوش علقة بالهندسة أنا بكتلم عن المتر مسلا عرفني إزاي إن المتر ده غالي والمتر ده شار كويس ماكيش متر استبعيدي كلب المتر ده مش هجاوب السوء كمان مش هجاوب ومعرفوش المتر ده جايد معروف النهارده إن المتر الشقة دي المتر تشطيبط الشقة من إله من إله ده 1500 جنيه ل3000 جنيه ده من إله يشمل إيه إنتي عاوزة إيه لازم توريه البنوط اللي تعيزيها فصبولي واسه لما أقصل معلومة مهمة جدا عند الناس إن الناس اللي أنت بتروحولها هو بيعرفش يحسب هو ما يعرفش الشقة ده تاخد كم متر محارة هو ما يعرفش الكلام ده فهو بالبرغة كده بياخد الأرقام الجايض السؤال بقى الأهم الناس اللي بتقول إن متر التشطيب مثلا بألفين جنيه لو أنت مطبخك أكبر من مطبخ أخوك وحمامك أصغر من حمام أخوك هل هو كده هيصرف عندك زي أخوك ما هو بقولك المتر بالسراميك بسلطاته ببابا غنوجه بالكهرباء ويكتب لك السلك السويدي ويكتب لك المستلزمات الصحية بي آر أو ماشي في حاجة متفصيل بالمتر المربق عمال توريد وتركيب محارة على أن يكون المحتوى كذا وكذا وكذا شروط أيها بس احنا ما نفهمش الكلام ده أنا واحدة من الناس ما جاء شطة بشاقة عايزة أعرف يبقى تروحي لي لديها ازاي يعني أعرف ده سعره غالي ده سعره أرخص ده سعره كويس أعرف من إيه السؤال هيكون إيه حلوة أول حاجة أول حاجة استني هكمل معلومة وبعد كده بعد باكمل هقول لكل نفسك في ده الناس الشركات التشتباط معظمها في مصر ما بيعتمدش على مهندسين فبقى منه ما بيعتمدش على مهندسين فما عندوش دراية يعمل تحليل سعر للبنوت فيه أصول صناعة لازم بتحدد سعر البند وفيه كميات للمون وفيه تشوين وفيه وفيه فهو عشان يسايف نفسه هو شطة بشاقتين ثلاثة الميت متر عملت معا كذا لكذا عملت معا كذا فبيبقى ماشي ماشيها كده بالطريقة دي لكن هو رقم جيد انت نهارده لو اشتريتي برسلين هندي زي ما تشتري برسلين صيني زي ما تشتري أسباني نا اكي كل حاجة لا سعر كل حاجة لا سعر لما تشتري الأواعد ideal standard زي ما تشتري كل بطرة كل حاجة لا سعر لما تشتري هنز جروهي زي ما تشتري سارة زي زي ما تشتري جروهي في الخلطات والحاجات دي فكل واحد له كاتيجوري كل واحد له فالصح الأصول اللي أنا عارفها بنعمل مؤيسة بنكتب توصيف للبند عدد مثلاً 30 نقطة بريزة عادية مكونة من كذا وكذا وكذا والسلك من الانتاج السويدي ده أحسن أحسن انتاج في مصر بس كامل لي والبراز القوة لإيه وكامل للسلك بتاعها لكن ما قولكش نعملك كهربت الشقة ب15 ألف جنيه طبعاً لما قولك كده أنا كاسبان من الرقم ده أنت ليه ما خدتيش فرشك يعني ليه؟ ليه بقى الفكر أن أنا هعملك الشقة دي بكذا مفيش كده أنت عندك فرش وعندك استخدام أنا مثلاً كنت بعمل فيلا تنمان صاحبة الفلا إحنا بنعمل فوق كل كومودينو بريزة علشان لهيش حم موبايله وبتاع ونقطة إنارة دي فترة عشان دي يطفل نور بالليه ونقطة إنارة عشان بنعمل قبليك فوق هينور لو هيقرأ أو لو هيروح الحمام أو حاجة هنيتلي أنا مش عايز البريزة دي ليه؟ أنا ما حدي عنديش حد يميش حم موبايله بالليه حلو؟ في عامل تاني قال لي لا أنا عايز أزود الرولينج بشاطر اللي بيقفل ده عايز أقفله من جنبي في عامل تالت يقولك كل واحد له هم اللي بيختاروا الكلام ده؟ طبعاً لازم يختار ولازم يستمتع ولازم يمبسط بس عايز أفهم إزاي محدش بيقش حن موبايله بالليه؟ هي حرة هي بالنسبة لها مش عايزة حد يتكلم الأولاد بالليل ولا يعمل حاجة الموبايلات بتتحطي في حتة معينة وخلاص عامل أساس تامي ناس محترمين ومحافظين والناس التانية محترمين برضو بس أقولهم رجوع نظر تاني ففكرة المت تشطيب بالمتر ده بلح ده حاجة أنا مش موجودة خالص في الوجود بالنسبة لنا ده جيد رقم جيد وبعد دي جاي نبتلي نختلف ألا أصلي إحنا ما اتفقناش أصلي إنت الوشوش جبت ليه؟ ما من الأول أكتبها لك على أن يتم توريد الوشو قل له أمو الوشوش من إنتاج شركة فوتينة على أن يتم توريد من إتقصانشي كتبها لك من الأول وأنا عارف أنا راجل مهنتي دي بنزل اشتريه عندي مشترات السلك كام وعارف 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 لكن هعملك الكهرباء بـ 15 ألف بعد بخلص قل له لا 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 أنت عايز الزوة دي؟ دي بكذا عايز الزوة دي بكذا طب وصول الصناعة إيه في إياس الكهرباء بالنقطة يبقى نقطة الإنرة بكذا نقطة البريزة بكذا هعدوهم أقولك والله النقطة بـ 200 جنيه النقطة بـ 250 بـ 300 جنيه عدوهم بقى بعد كده كم نقطة وشوف احتياجك إيه لكن هعملك الكهرباء بـ 15 ألف جنيه أنا أقولك والله الجيبسون برد بكذا أيوا بس فريدي أنت عايزة حاجة فيها شكل فريدي عايزة حاجة فيها يقولك بقى إيه لأ أصلي ده إحنا بنحسب بالسنة دي سنتين إحنا نكون نحسبين سنة 1 طب ليه؟ ليه بنعمل كده؟ المتر المربع أصول إياس الجيبسون برد المتر المربع بالمتر المربع كذا X خلاص وبقيس ما فيهاش خلاف لكن فكرة إن أنا أنت هتاخد الشقة مني على المفتاح بكذا إيه المواصفات بتاع الباب يعني الباب ده كبس ولا مسيف ولا إشرة إيه الباب ده توصيف الباب ده إيه؟ ما هو الباب ده له توصيف البابان دي أتربع خمس أنواع يا جماعة إنت عاوز باب من أنهي إنت عاوز باب عامل إزاي عاوز باب يديهن أسطر يعني صحا ما يجي أنا مثلا أنا عامل شائتي أود مثلا مع المهندس وشوف أنا محتاجة إيه ويقولي مثلا ده هيكلفك كذا إنه محور بالمتر ده غلط جدا دي جريمة عاملوها ناس والله العظيم أصلها إنه هو ما بيعرفش يحسب هو ما بيعرفش التحليل السعر في حاجة اسمها تحليل السعر في كده مهندسين أنا اشتغلت سنين كده مع حد من أكبر الناس في مصر يعني بشتغل معه بتحليل السعر بس ما بانش في التحليل السعر أعرف البندي ده بتكلف إيه وأصوله بقى بكام يعني المتر الأرضيات المزايكو بياخد تمانية كيلو لعشر كيلو أسمنت السراميك من عشر إلى اتناشر البورسلين اتناشر أربعتاشر الرخام اتناشر أربعتاشر وما ده كده برضو بالمتر لا أنا بكلم بياخد كام كيلو أسمنت فأنا وأنا بحسب للراجل أنا هاخد منك أنا عرفت ساعة توريد وتركيب الرخام مثلا متين جنيه والمتر كده بيكلفني خمسين جنيه رمل وأسمنت وبيكلفني تشوين ونقل خمسين جنيه تلتمية جنيه بروح التلتمية جنيه دي أقول له والله التلتمية جنيه دول أنا بروح ضرب عليهم نسبة البروفيت أو الربح بتاع الشرك أو بقول له هو بيتكلف تلتمية جنيه جبني له أسمنت بقى دي كذا ورمل بقى دي كذا تبقى ديني واضحة لكن الصلاة دي كذا لأ مفيش حاجة اسمها كده مفيش حاجة اسمها كده لأن الشقة اللي أنا أقولك بسا هيكلفك مئة ألف جنيه ما يمكن هما بيلخصوا كل دوات وبيعمل هو حساباته ويفهم الشخص ده أصلي مش كل الناس هتقعد وتفهم وتستوعب كل الكلام ده يعني واحدة من الناس ممكن ما فهمش في الكلام ده فهبقى أنت قاعد بتقولي طب انت عايزة ايه طب تعميه ايه ما أنا أكيد مش فهم عني الأحسن ده أنا أسف مفيش واحد ما عرفش هو عايز كان بريز مفيش واحد ما عرفش هو هيحط المكروه فين في المطبخ مفيش واحد ما عرفش هيحط التلاجة فين في المطبخ مفيش واحد يعرف هيحط التلفزيون فيه مفيش واحد ما عرفش هيحط التكيف فيه كل الناس عارف الكلام ده أنا ما بقولش أنت تعالف ملعبي كل واحد له احتياج أنا مثلا عايز أزود برائز وخلاص أنا عندي شقة دية اللي هنتقل منها الشقة تانية فعندي متوسط العمر دلوقتي كذا فبعد كده هيبقى كذا فاحتياجات ولادي من النهاردة كذا احتياجاتهم بكرة تبقى كذا أنا النهاردة عندي تلاجة 16 بكرة هجيب تلاجة مين ما يعرفش الكلام ده كل الناس تعرف الكلام ده وحتى الناس لو متعرفش لأكتر من كده طب ما البرنامج موجودة فاحنا بنقول للناس أصول الصناعة كل حاجة هم عايزينها التشطيط بالمتر دي حكي عدقون عشان رايح نفسنا خلاصة الكلام وأي حد معترض على أنا بقوله ده أنا صح أنا صح لأن في ناس قاعدت تكتب في كوت 60 سنة الناس اللي قاعدت تكتب في كوت 60 سنة مش عشان واحد يجي النهاردة وقول لك والله أنا هاخد منك المتر وفي الآخر لو هو عمل الشقة وأنا عملت أختها بالزبط بيطلع الأسعار متقربة بس فرق في الجودة الفاهم بيدي جودة الفاهم بيدي جودة الناس بتنبسط بأن أنا أعمل هتدي لك سعر كويس لكن أنا لازم أدي لك سعر صح فيه فرق بين الحاجة تبقى كويسة والحاجة تبقى صح لغاية النهاردة أنا بضرب نموذج بالطعمية السوري الطعمية المصري أحلى أكيد وبكتير وسندودش الطعمية المصري بخمسة جنيه نفسه سندودش الطعمية ده سوري بعشرة ليه؟ وإحنا مش قادرين أصلاً إن إحنا نستوع بالحموز وراضين إحنا راضين وبروح نشتري وعجبيننا وبتلاقي طوابير على الجماعة السوريين وهو حكته أغلى بس هو عارف يعمل لها بريزنتيشن عارف وحطي لك شوية تخيار وشوية قدشة بوشوية بتاعه وحطي لك فسندودش الضريف وقال لك أهليا وسهليا أي فعلاً أنا بيجي مثلاً بشوف الشواء اللي أنت بتيجي تستلمها جهزة متشطبة جهزة بيتلاقيها حاجة صعبة جداً اللي هو الكهرباء ما بتكملش معك خالص المية لازم تدرب سباكة بتبوز بتبقى غير غير إن أنت ما تعمل حاجة أنت بتاعتك لبيتك تشطبه على مزاجك ففيه تكاليف فعلاً هي اللي بتخطيب أنا موافقة جداً أنا موافقة جداً ليه؟ المشكلة دي بيحصل فيها أنا بيجي لي مؤيسات مثلاً المتر دا أنت هتاخده بـ 80 جنيه بالضريبة بتاعته بكل حاجة هو بيكلفني مية طب إزاي؟ المواصفات اللي أنت كاتبها دي المتر دا بـ 100 جنيه ليه؟ ليه بـ 80 جنيه؟ ما هو هيضطر المقاول إنه هو يخم طب إتا ليه بتعمل كده؟ يجيب كل حاجة أقل يجيب بقى أقل فبيضحك على العميل أنا بس عايزة كامال تأمن على زمالنا السوريين اللي في الشركة عندنا لأن عندنا كتير حبابنا كتير أوي بس عشان إيه يعني لو هم طبخين النهاردة أكلهم حلوة أنا بيحبوا يا أخي وخلي بالك بقى من حاجة الجامعة السوريين فرقوا في السوق المصري جدا وأضافوا إن النهاردة بقت الناس يدور على الاستقبال وعلى الضحكة وعلى أهلا وسهلا هم جمال استقبالهم جميل إحنا لازم يبقى عندنا شوية غيرة منهم ونبقى زيهم هم جمف بلدنا مصر أحسن من أي حد وإحنا عندنا مطبخ برضو دي إحنا مش مختلفين فيها بس هم يدروا يجوا بلدنا معهم شي حاجة والنهاردة ما عندهم محلات وعندهم إحنا الشباب اللي قاعد بيبكي حظه ده إيه لا ما إنزل اشتغل وابتدي هتوصل ابتدي هتوصل خل شوية صحابك كده وابتدي هتوصل هم عملوا حاجة كويسة هم عملوا حاجة كويسة هي حتاتهم هم يعني معروفين أكتر في التشوير هم شطار فأنا يهميني بس الناس بوصل لها معلومة تشطيب بالمتر ده يعني هو مثلا إيه الشقة دي مت متر تبقى مثلا بمئة ألف أو بمئة وخمسين أو بمتين لو عملتلك كذا أو كذا أو كذا فيش حاجة اسمها كده فيش حاجة اسمها كده فعش تبشي على دماغي انت ليك المتطلبات انت ليك المتطلبات فيش حاجة اسمها كده فيش حاجة اسمها عامل لي مؤيسة أخد بقى المؤيسة دي أخدها من اختيار واروح لثلاث شركات تانين آه ما عنديش معنى خالص تسمها مقارنة بين اللي شبه بعضهم لكن متر التشطيب بكذا ده ده جايد ده رقم بتحط جايد يزيد يقل ده غلط هو طبيعي يزيد ويقل يعني غلط ان انا احسبها بالمتر ايوة ايوة هو انت النهاردة لو عندك مطبخ كبير انا جيت قلتلك والله يا امي انت شقيتك كم متر فقلتلي والله انا احمد ان انا شقيت 120 متر مثلا فقلتلك عايزة اعني بقاة فقلتلي يا الله احمد عندك بقاة لا جديد حوار الباقة يوهوهو ولما تخلص بتشحينيها عايزة منم والف ونص يا احمد انا يعني يعني باش عايزة عالية ولا واطية اه مية وثمانين الف جنيه امي وجيت انا بقى وانا بشتغل قلتلك بقى بسلاطاته بسراميكو والسلك السويتي خلي بقى لك انا هنجيب لك سلك السويتي بس وانا عملتلك القربة برسول الصناعة حماد مفيش عملتلك السباكة برسول الصناعة مفيش لازم وفر قعينه مش واخد لمصم واخده بالك اروح قلب الموضوع اي حاجة الكرانيش ما هنعملها 8 سنتي بدل 12 عشان نوفر 20 شجار جبس طبيعي مهودات طبيعي وجيت بقى وانا شغال اكتشافت ان المطبخ بتاعك كبير او اكتشافت ان الحمام عندك كبير ايه او في شؤة مثلا بتبقى فيها ثلاث حمامات وشؤة فيها حمامية وانا شغال بقى قلتلك المطبخ كزا تتوقعي ان انا في الاخر هخسر؟ لا مستحيل هكسب ميلا يخسر؟ انا وانا حد يزبط لي كهرباء بعد كده حد يزبط انا بدل ما الكهرباء عندك بعشرين انا هدفع مثلا 3000 جنيه سلاميك زيادة لا احعملك الكهرباء انا امه 15 انا طبعا من 15 و20 ده رقمه لا لا وانا بس بقوله يعني هرح بقى كلماتك وهو ده اللي بيحصل انتا بتاخدش حقك اصلا لا وبعد كده هتدفع اضعاف الكلام ده في تصليح وصيانة هتدفع اضعاف اضعاف في تصليح انا كنت قاعد باشتري كهرباء في اسكندري في محل محل كبير والست ده خلت سلام عليكم والله الكهرباء اي عاوز سلك 3 ملي وسلك 4 ملي فقال لها ليه انت بتعمل ده والله انا بجدد المطبخه كله 2 ملي يعني اتكلف نفسك التكاليف ده كلها يا فاندي امه فطبعا الست هتشير حاجة بألفين جنيه لانتا بتشير حاجة بألف جنيه فمن الطبيعي انها ايه فراحت ايه ايوه بس دي ليها حاجة ودي ليها وظيفة ايوه قلت له قلت له ايه ايه عايزة ايه انا ليها طبعا عشان معهم لان انا يعني احتفرهم صحب مكاني فقلت له وهي بتعمل قلت له طبما انت اللاجة لوحدها بتاخد اربعة ملي ولما كرثولها بتاخد اربعة ملي بعد كافلين التغذية طالع على البتاعة ايه الاتنين ملي اللي يكاف فيها ده انت حسبتها منين الاتنين ملي دي وحطف اللونط انت حسبتها منين الكلام ده ام فالست قلت له يعني كده قلت له طبعا غلط ما ده ما يقومش التلاجة بتاعتك اصل ولو قومها هيقومها مرحلة ايوه اللي التلاجة دي مراحل زي التكييف لو قامت مرحلة يبا وصلك الدنيا كلها صح فلو سمعت نقفل بس فولت الفاتي اللي بيعرف يقول اللي ما بيعرفش بيقولش صح فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لك اعلموه اولا ده هرست ليه انا وزمائل المهنسين درسنا ليه درسنا عشانك والله احنا درسنا عشانك مش عشان الناس تيجي تخش السوق بتاع التشطيبات ولا ايه كلام بيديد بقى على راسي ما في ناس منهم علمتنا بس هم بيشتغلوا غلط وإحنا عشان وراهم يعني احنا هم مش عشان ورا الموضوع افرح لازم يبقى عندنا وعي بعد كده نبقى عارفين احنا عايزين ايه ايه طلباتنا لما يجي تكلم اتكلم مع حد فاهم محسبهاش تاني بالمتر دي خالص دي كلمة غلط تماما لان بالمتر ده انا ممكن يعملي حاجات جودتها قليلة جدا وهي ولا لها اي لازمة وبعد كده ممكن يحصل لي قفلة كهرباء ممكن يحصل لي مصايب في السباكة ممكن ارضيات اي حاجة يحصل لي فيها مشكلة طالما انا مش مختارها الجودة اللي تناسبني فحور بالمتر ده غلط جدا انا اول مرة اسمع عنه الحمد لله انا استفادت جامل جدا من البرنامج ده والله جد استفادت جامل جدا انا والله يهمين ان احنا استفيد ويهمين حاجة هامة من كل ده نحن نطلع في وصل موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 وطريقة القياس هتبقى واضحة للناس وهنقولها للناس برضو عشان الناس تبعارفاها اللي عاوز يجي لنا اهلا وسهلا اللي مش عاوز يبقى عارف المعلومة علشان لما يحتكب اي حد يبقى عارف ان هو ده الصح وهو ده الغلط ان شاء الله الموضوع ده مش هيحصل الا لما تقرروا انتوا تقرروا انكم تستمتعوا في بيتكم مش هيحصل اللي لما تقرروا حضراتكم ان بيتك ده يبقى جنتك صغير بقى خمسين متر فيلا تلاتة كيلو لازم تستمتع ولازم يبقى ده قرارك ولازم يبقى قرارك ان فكرة ان الديكور والتشطيبات مش بتاعت الاغنية بس او مش بتاعت كتيجر ومعين من الناس بس هي بتاعت كل الناس والكل الناس ولازم الحاجة تتعمل حلو وصح وبأصول الصناعة علشانك لان ده بيأثر عليك انت لو تعودت انك تشوف الحيطة وحشة هتتعود انك تشوف الشارع مليان زبالة هتتعود انك تشوف فن هابط هتتعود ان انت ما تميزش ما بين الصادق والكاذب على الفيسبوك ما تميزش ما بين الصادق والكاذب من رجال المدعين اللي معرفش ايه لازم تبقى انت ترمومتر نفسك العمارة تحطنا ونحطها تحطنا لانها حوالينا ديت جامع كنيسة بنك مستشفى مدرسة شارع كل دي عمارة حلو ونحطها لان هي بتاخد مننا احنا من ثقافتنا احنا ثقافتنا لازم بقى فيه مدخل منكسر ثقافتنا لازم بقى فيه مغالية في الحاجات ثقافتنا بلادنا حر لازم نعمل معالجات معينة مهم جدا نستمتع ببيوتنا ومش هنستمتع ببيوتنا الى لما احنا الرجالة نبقى عارفين ان البيت مملكة المرأة اه لازم نتنازل شوية عن الموضوع ده لو سيبنا الموضوع للستات هم بيقعدوا في البيت اكتر منها احنا دورنا ان احنا نبقى في الشارع وفي الشهر في اول حاجة لازم نتنازل عن فكرة ان انا الراجل اه انا الراجل على راسي مفيش مشكلة خالص لكن لازم تسيب الستة هيا لتسوق في الحتة دي لو سمحت بعد قصد حضرتك والله حياتنا كلها تتغير صح صح اكيد يا سلامة احنا قلت كلام برست زا ومان طبعا اه بجريت كاملت يعني ليريس فريست بجريت كاملت مجهزين لنا الصورة اللي ايه يا عيني الله الله طيب احنا في حملة الصور بقى لتجميل الديار يا امي مجهزين مجموعة من الصور بس ممكن اعرض الصور على الشاشة كلها يا كمال احسن ايه رأيك نفرجها للناس احلى اه اه نعمل ده احلى احنا مجهزين بقى في حملة الصور لتجميل الديار ليكي والناس اللي بتفرجوا علينا في تلفزيون الحيطة اللي وراء التلفزيون نجملها ازاي شك اوي اوي السورة دي شك اوي الله يخليكي ده شغلة يا حمد لا 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 الحقيقة مش شغلي ده شغلة احنا مجيبه مع الانترنت بس احنا بنعرف نعمل زي بالزبط وبنعرف نعمل احسن منه يعني انا مثلا لما بعمل حاجة زي ده انا عندي درائب علوم الطاقة فبروح جاي عامل خمس لوفرات بلون معين لان احنا قلنا انه رقم خمسة رقم حماية فيقلل من الاضرار اللي طالعها من الشاشة هات بقى اللي بعده هنا بقى استخدمنا فكرة اللوفر اليمين والشمال استخدمناها وقفين وبرده روح نمأكدين وراء تلفزيون بحيطة معمولة سبونش ولا حاجة وفي بقى لد منور وحركات هات اللي بعده اهو هنا بقى عملنا لأ قلنا لأ ده احنا هنخلي السطح الاملس هو مكتبة واللي وراء تلفزيون هو اللي مننبل هو اللي فيه الريهات وهو اللي فيه الكلام ده هو معمول خشب برضه يعني ممكن نخلي وراء تلفزيون هو اللي نعب وممكن نخلي وراء تلفزيون هو اللي خشن خشن ده بمعنى ايه ماول ملم حيط لي ما تشوفيه تحسينه خشن ده حاجة مهمة جدا لازم ناس players حانا فيه حاجة سبعة ملمة سطح لعبنا كده ولعبنا كده هات تاني هات هنا بقى عملنا روخام او ترابيع من الروخام و عملنا رهات من النحاس دانيو كلاسك شايف الفواصل اللي معمولة نحاس دي وعلى فكرة هي معمولة كمان بالنسب الزهبية اللي احنا اتكلمنا عليها في حلقة من الحلقات وراح جاي حاطت مكتبة في الجنب والمكتبة حاطت فيها أنتيكس وممكن يبقى حاطت فيها مثلا سيديهات ديفيديهات اي حاجة بها من الحاجات الجميلة وتمسال موزون في الجنب اليمين خلي بالك الحاجات دي بتفرق جدا والله مع الناس والله بتفرق مع نفسياتنا جدا هنا بقى رحنا عاملين ظهرية التلفزيون جزء منها في النعم وجزء منها في الخشن اللي ورا الخشن ومش كده بس ده احنا رحنا جايين كمان عاملين فواصل من النحاس عشان نأكد على قيمة النيو كلاسيك وبالمناسبة مفيش حاجة اسمها بس احنا سمينا أن في حاجة اسمها نيو كلاسيك الحقيقة مفيش تصنيف اسمه نيو كلاسيك يعني مفيش في التصنيف بتاع المهندسين حاجة اسمه نيو كلاسيك لا هم أكيد قصدهم على الموديلات الجديدة في الكلاسيك بس يعني أنا بصراحة ما عرفش المسمة جيمنيا نيو جديد كلاسيك زي أنا أنا بس هميجي أعمل الفاشن شو أو أعمل أي حاجات ببقى نيو كاجوال نيو كلاسيك يبقى احنا يبقى جابوها بقى من الفاشن دخلت حاجة جديدة في العمار ده رخام بقى ممكن يبقى نوع كشمير كده جميل وراء التلفزيون وتلفزيون بسم الله ما شاء الله يعني حاجة تفتح النفس وعملين بقى إنارات في المكتبة اللي جانب التلفزيون علشان خاطر يعني لو حبيت توطي النور ولا حاجة وطبعا شايفين السقف مدروس إزاي مع الحيطة الواحد ما يطلعش من البيت بقى لو الدزاين ده موجود ما ما أنا ممكن عمل ده في البيت ما هو السور لتجميل الديار عملي جنب في البيت وعادي عنده وعادي شرابي شاي والله لما تيجي لما يحصل خناق مثلا وخلاف مع الأولاد طب خلنا نمو خلص الصور أحكي لكم حكاية أحكي لكم حكاية هات الصور كده كمالات هنا بقى راح ايه الموضوع بقى بدل ما أنا مصنطر التلفزيون لا أنا أحطي التلفزيون على جنب وافضل الجنب ده كله ممتع قدام عناي وقد أتفرج عليه كده وتأمله ممكن جنب التانية للقراية مثلا ممكن يا سلام ممكن نحط عليه صور بورتريهات أو حاجات ممكن نسيبه كده هو كده حلو بقى طوال فكرة لا حاسن هو فوضي قوي مش عارف في ناس تحب ده وفي ناس تحب إن إحنا رملاق انت يمكن عشان برج الجوزاف تحب تندي ايوة 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 من عشاء هنا بقى احنا قلنا التلفزيون في قط النوم التلفزيون في قط النوم سنترلين السريرة عشان وانت لو حدي هاد كده اه اه ايه ميالتلي عندي في البيت انا طبعا تلفزيون في قط النوم وفي المطبخ ويعني ملازمني بكل لحد هنا بقى احنا عملنا قطوع لإننا بقول للناس إن القطوع ده بيكبر في الشقة وفي ناس بتقتنع وفي ناس لا هنا عملنا قطوع وحطينا عليه تلفزيون قطوع فاصل جزء عن جزء وبرضو مع هنا برضو قطوع تاني هو فاصل جزء لو ايتي شايفة اللي ورا ده صفرة واللي هنا جزء من الليفنج قطوع شيء جميل ظريف معمول بخطوط قطوع ده بيبقى برعن ايه خشب بقى يتعمل جيبسون بورد يتعمل مباني يتعمل اسمه قطوع اه اللي احنا بتسميه بارتشن يعني هو احنا بتسميه قطوع عشان وبيقطع هنا برضو رحنا جايين ايه حط التلفزيون على جنب وراح عامل بقى خطوط بالطول يمكن يحط صورة مثلا زواجه يحط صورة يحط لفظ الجلالة يحط اي حاجة بقى بيحبها يعني بتبع حاجات جميلة يسيبها كده واو اه انا بحب ده يا سلام احنا عنينا والله انت تأمور يعني انا بقى عندي رؤية هنا ان هو عامل الشكل الخماسي اللي ورا ده ده توظيف لعالم الطاقة الخمس مربعات اللي ورا دول توظيف لعالم الطاقة علشان ما يقلل الاضرار اللي طلع من التلفزيون شوية في ناس كتير على فكرة في العالم بتعمل الموضوع مهندسين كتير هنا راح حطت التلفزيون في المطلق اللي هون ابيض في المطلق وراح حطت التلفزيون وبرضو جنبه مكتبة انا بوري الناس الجديد الاحدث حاجة خالص اللي هو لازم النيو كلاسيك النيو كلاسيك عشان اختلف هنا برضو نفس الحكاية وراح عنده جنبه اكبر شوية فراح اعمل مكتبة وراح اعمل بعدها حيطه وراح اعمل ورا تلفزيون رخام ولا حاجة فيه تاني اهو هادي صورة اهي جميلة جدا عمل ارجع 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 الفاتح دي حلوة دي عملنا الريهات اللي هي الجديدة في النيو كلاسيك عملنا الحيطة الرخام وعمل الجرين وور عمل التلات حاجات الرئيسيين في النيو كلاسيك ده حد بقى مصمم عبقري جدا واو اه طبعا هات بقى اللي بعدها هنا بدل الريهات اللي كانت في الصورة اللي في الاول بالطول كلها عملناها بالعرض بس تلفزيونات ما شاء الله يعني عندهم متغزية جدا هات هات لو احنا عندنا هنا متغزي جدا بس ادفع بقى دي اخر صورة دي سيمبل وبسيطة عشان نوري الناس ان اخر حاجة عندنا سيمبل وبسيطة وظريفة وجميلة وممكن نعمل مذكر الوقت معقورة نشو بلد الله عليك الوان حلوة قوي الله عليك اللي عاوز يا جماعة بعد كده اي تصمي وقت هيكلم يا عيل بحرية لانها حلوة بقيت متخصصة ايوا بدل نيو كاجول ونيو فاشون بقيت نيو كلاسيك بقيت نيو اختيار نيو كلاسيك نيو ديزاي حلقة جميلة والله النهاردة واتمنى ناس بكات مبسوطة منها ما تنسوش بقى يا جماعة تابعونا كل سبت على قناة السحوى الجمال ان شاء الله الساعة ناشر الضهر الضهر واللايف بتاعنا على صفحتنا مكتوبة بالعربي نورشة مع ماري وعلى اليوتيوب حلقتنا كلها ويا رب بتكونوا استفدتوا طبعا باش مهندس احمد انا واحدة من الناس انا استفدت كتير جدا شكرا اتمنى يكون مشاهدين يستفدوا معينا وإحنا كبان والله يا عمي مبسوطين جدا نأتي معانا واسمحولي بقى ان نختم الحلقة ختام بالصلاة على سيد النبي صلى الله عليه وسلم نهاردة المولد النبوي فاللهم صلي وسلم وبارك وانعم على حبيبك ومصطفاك خير من صلى وصام اتقى الناس وابعدهم عن الحرام المبعوث رحمة في العالمين والمضلل بالغمام والمحمي بنسيج العنكبوت وعش الحمام صلاة وسلاما كاملين تامين يكون لك بها عنا رضا ويكون له بها عندك درجة عالية ومقاما محمودا ويكون لنا بها عنده استحقاقا لشفاعته وعلى آله وصحبه وكل من اتبع هداه او اقتفى اثره وعلى زوجاته امهات المسلمين ونشرب من ايده الكريمة ان شاء الله يوم الايامة ونلقاه على خير هو وكل من نحب وربنا يحشرنا في زمرتهم جميعا لعل الله سبحانه وتعالى يكتب لنا اجر بحسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بحسن صلى الله عليه وسلم